السلام عليكم في وصفات كتير قوي للرز المعمر انا النهاردة هعمل الرز المعمر بالفراخ بطريقة مختلفة وجديدة مش هنسلق فيها الفراخ الرز حيبقى مفلفل جدا طريقة مختلفة شوية بس لازم تجربوها في العادي انا بعمل اللحمة بالطريقة العادية لكن من بعد ما جربت اعمله بالطريقة دي في الفراخ ما بطلتش اعملها خالص وسهل لو سريعة وطعمها يجنن الرز مفلفل جدا ولونه دهبي لان تقريبا الرز بيبقى متبّل بالدجاج تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بمنتهى السهولة طبعا الرز المعمر يعني سامنة بلدي او جي لو مش متوفر عندكم السامنة البلدي نزلت في وقت كبيرة كده او حلة كبيرة بسامنة بلدي او جي انا ما بلاقيش دايما نسامنة البلدي فبستعمل الجيل هندي طعمها طحفة قريب جدا من السامنة البلدي ونزلت في فصين من المستيكة دول اختياري بس بيدو الطاجن طعم يجنن بس طبعا لو مش متحين ما فيش مشكلة خالص اول ما المستيكة بتسيح فت سامنة بنزل بالدجاج بتاعي اللي متقطع عندي عشوائي يعني انا مستخدمة صدور مش صغيرة ممكن تستخدموا مكعبات صغيرة الاحجام اللي تحبوها انا مستخدمة الاحجام دي ومش قد بعض قوي لان مش شرط يكونوا قد بعض ومش شرط يكونوا كبار مش شرط يكونوا صغيرين حسب الحجم اللي انتو هتحبوه والمتاح عندكو اعملوه انا الكمية دي عملتلي اتنين طاجن متوسط فممكن تقطعوها زي ما تحبوه ومفيش مشكلة ومش هحرك الدجاج خالص هحط الملح والفلفل اسود هستنى الدجاج ياخد صدمة كويسة علشان انا مش عايزة ينزل مية خالص اول ما بحس ان هو ابتدى ياخد صدمة من تحت او يعني على القل يتغير لونه من تحت مش هينزل مية ببتدي احرك عادي جدا زي ما انتو شايفين اهم حاجة ما ينزلش مية ياخد صدمة مزبوطة دلوقتي بقى هنحط التوابل اللي هي السر الطاجن كله حبهان مطحون حوالي ربع معلقة ده هيخلي الفراخ تروح في حتة تانية خالص حسب طبعا الكمية اللي انتو عاملينها انا عاملة كيلو من الدجاج وبعدين هنزل كمان بتوابل الدجاج طبعا انتو ممكن تحطوا التوابل اللي تحبوها بس توابل الدجاج بتدي الطاجن ده طعم حلوى قوي انا بستخدم النوع ده حطيت حوالي معلقة كبيرة معلقة مليانة من توابل الدجاج الريحة هنا بقى حكاية حكاية حفضل اقلب كده بس الريحة تطلع وبعدين هنزل ببصلة مفرومة متقطعة مكعبات زي ما تحبوه انا مقطعها مكعبات صغيرة والبصلة دي تالت سر بقى تلحبهان وتوابل الدجاج حنشوحها بس اوعى تغمق منكو عشان احنا مش عايزين الطاجن يغمق اي نعم الرزة هتبقى صفرة شوية او دهبي شوية بس مش عايزها ده عشان التوابل بس مش عايزها تغمق عن كده وبكده الدجاج يكون استوى 80% هناخد الدجاج بس مش الصاص اللي نزل مع البصل هنحطه في الطاجن وحنرجع بقى نكمل في نفس الحلة بقيت الخطوات والطريقة المختلفة للرز ده عن الرز المعمر العادي اهو انا رسيت الدجاج وزي ما قلتلكم انا عاملة اتنين طاجن فده طاجن واحد ارجع بقى للحلة اول وقت اللي انا شغالة فيها بصوا باقي فيها البصل وباقي فيها باقيت السمنة وباقيت التوابل هنزل بقى بمعلاقة من السمنة كمان وبرضو المادة الدهنية ترجع لكو بس معروف في رز المعمر ان لازم السمنة تكون مغلفة رزة رزة يعني الرز يكون متغلف كويس جدا فانزلت بمعلاقة كمان طبعا اللي عايز يقلل كميات الدهون او المادة الدهنية برحته تماما بس رز معمر يعني سمنة ازي معلقة السمنة وحنزل عليها بكمية الرز اللي انا نقعها اكتر من ساعة وغسلها كويس قوي لغاية ما الرز وميته بقت بيضة بيضة خالص المية بقت صافية ازي الرز زي ما قلتلكو انتو عملو بكميات اللي تحبوها هشوح بقى الرز في السمنة دي وده بقى الاختلاف عن الرز العادي جربه الطرق انا عايزة كل الرزة تتغلف بالسمنة والتوابل زي ما في الرز المعمر لازم بنعمل السمنة حوالين كل الرزاية انا هشوحها بقى فيها وده الفرق بتاع الطاجن بتاعي شايفين اوه انا عايزة افضل اشوح في الرزة لغاية ما الرز يبتدي يلزق في بعضه كده اعرف ان هو جاهز كأننا بنعمل الرزة عادي في التشويحة دي كده بقى الرز بيشرب من البصلة بالتوابل بالصاص اللي نزل من الفرخ لمدة 3 دقايق بفضل اقلب لغاية ما قلتلكو يلزق في بعضه وكده الرز عندي جاهز ان انا اروح به دلوقتي على الطاجن حنزل بقى بالرز عليه انا في الوقت ده بكون بسخن اللبن كويس جدا انا عايزة اللبن يكون سخنة قوي حنزل بقى بالرز وبحاول اخلي الفراخ والرز مع بعض فيه ناس بتدهن الطاجن سمنة بس انا ما بحبش اعمل كده اولا هو ما بيلزقش والتحميسة الحلوة اللي تحت دي بتبقى طعمها حلوة قوي مش محتاجين ندهنو سمنة ولا حاجة بصوا السمنة اهي نزلت تحت يعني فالموضوع مش محتاج الخطوة دي مش هنملى الطاجن جزة قوي يعني انا عاملة على اتنين طاجن يعني يا دوبك النص بالزبط لان لسه هنضيف اللبن عليه وزعت بقى هنا بقى الكمية في الطاجن التاني زي ما اتفقنا الكمية دي عملتلي اتنين طاجن وفي نفس الوقت بقى انا بغلي اللبن انا عايزة لبن كامل الدسم سخن مولع وحملحه عايزة اضيف عليه ملح فيه ناس بتحط عليه مرق دجاج فيه ناس بتحط عليه شوية مية انا مش محتاجة اعمل اي حاجة غير لبن كامل الدسم وعليه الملح بتاعه طبعا انتو لو عاديين تحطوا اي حاجة تانية مفيش مشكلة بس تجربوا الطريقة دي سهلة وسريعة والطعم جنين هنزل بقى باللبن المغلي على الرز يكون اعلى منه سنتي يعني كأننا بنعمل الرز عادي جدا هيبقى اعلى منه بعقل الصباع او سنتي سنتي ونص كده اهو بقلب كويس جدا ودخل على فرن مولع نار يعني فرن بقاله شوية مفتوح بقاله كده عشر دقايق مفتوح على اعلى درجة وهدخله انا بقى ما بشغلش فوق الاول ولا تحت الاول ولا اي حاجة من ذي تماما هم كله بيستوي مع بعضه لان الرز متفلفل كويس قوي فاحنا مشوحينه متفلفل كويس جدا فمش هياخد معينا وقت خالص لكن طبعا لو حبين تفتحوا وفوق الاول عشان الوش وكده اعملوا براحتكم هحط بها اشتا طازة على الوش انا مش متوفر عندي الاشتا الطازة الجميلة الحلوة اللي بنجيبها فراش من اللبان انا بجيب اللي هي المعلبة بس الاشتا الطازة دي تعمها حلوة قوي وقريب من الاشتا بتاعت مصر الحلوة واللي مش بيكون متوفر عنه اشتا ممكن يحط كريمة لباني على الوش برضو بتدي لمعة حلوة جدا وبيتخلي الطعم الطاجن برضو طحفة فالمتاح اعملوه هدخلوا بقى على الفرن وتعالوا نشوف النتيجة قعد بقى معي في الفرن كده حوالي نص ساعة وكان جاهز حسب الفرن وسخنيته انتو تابعوا وشوفوا هو عامل ازاي ممكن تبقوا تدخلوا شوكا في النص وتشوفوا تعالوا بقى وريكوا الفلفلة عامل ازاي والطاجن عامل ازاي انا مزودتش الاشتا قوي عايزين وش انا عم من كده ممكن تزودوا الاشتا بس انا حطيت يا دوبك كده مع لقتين تلاتة قسمتهم على الوش يعني تقريبا استخدمت العلبة دي للتنين طاجن مع بعض عايزينوا بقى غاني او يزودوا اكتر اشتا يعني من فوق بصوا بقى الفلفلة الريحة طحفة طعم يجنن واجبها رئيسية خلاص مش محتاجين جنبها غير صلطة ومش قادر اقولوكو الولاد بيعشقوه ازاي بجد بيحبوه جدا طعم الفراخ فيه حكاية مش بقى فراخ مسلوقة لا الفراخ نفسها طعمها طحفة والرز معاها يجنن طعم الرزاية نفسها كأنها متبلة جربوا طريقتي المختلفة واللي اول مرة يشوفني ياخد جولة في القناة هيلقي حاجات كتير حلوة ولسه كمان ان شاء الله هنامل مع بعض حاجات كتير حلوة جاية ما تنسوش تبعاتوا الفيديو لاصحابكو لو عجبكو باي باي